موسيقى نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين شرى ثوار بنغازي يؤكدوا استمرار للشباكات بين قواتهم وعناصر عملية الكرامة في محاور مصنع الاسمنت وبوابة الطلحية والهواري وتواصل طلعات الجوية على المدينة ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني يتوصلون إلى ما سموه اتفاقا وطنيا ليبيا يدعو لضرورة الاتفاق على حكومة وحدة ويدعون المجتمع الدولي إلى دعمه كوبلر يشدد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إعادة بناء المواصلات العسكرية والأمنية ويقول إن الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة يجب أن تكون ليبيا موسيقى أفد أحد منتسبي مجلس شورى ثوار بنغازي محمد عبداللطيف بالسمرار لشبكات بين قوات المجلس وعناصر عملية الكرامة في مناطق عدة بالمدينة وضف عبداللطيف لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الشبكات تركزت في محاور مصنع الإسمنت وبوابة الطلحية والهواري مشيرا إلى وجود تحشيدات عسكرية في المعسكرات التابعة لحفتر الواقعة بالقرب من القرية السياحية ونوها عبداللطيف للسمرار طلعات الجوية التي ينفذها طيران الحربي والمروحي التابع لحفتر في مناطق عدة بالمدينة وأضاف أحد منتسبي مجلس شورى ثوار بنغازي محمد عبداللطيف أن القوات تابعة لعملية الكرامة تركز في هجومها على محور مصنع الإسمنت مؤكدا أن قوات المجلس أجبرت قوات الكرامة على تراجع في محور الطلحية بحسب قوله الطيران يواصل هجماته يوميا في محور الطلحية والموقية والمحور النفسية وكذلك محور السبعطاش وكل المحاور ربما نستثني المحور الغربي وقد وصل لديهم شبه يعني يأس من التقدم في المحور الغربي أعلن مكتب الأعلام بمستشفى الجلاب بنغازي أن الأطباء العاملين في المركز تمكنوا خلال الأسبوع الممتد من السابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى الرابع من مارس الجاري من إجراء 130 عملية في المستشفى وأضاف المكتب أن العمليات تشمل جميع الجراحات مشيرا إلى أن غرفة عمليات الطوارئ تعمل طوال 24 ساعة بجميع التخصصات المتوفرة بالمستشفى إلى درنة حيث قال الناطق باسم مجلس شرى مجاهدية المدينة وضوحيها محمد المنصوري إن مقاتلي المجلس استهدفوا صباح اليوم تم مركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الفتائح بالمدفاعية الثقيلة وضف المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن درنة تشهد الآن هدوءا نسبيا وكانت المدينة قد شهدت يوم أمس سابة شخصين بجروح خطيرة بعدما استهدفت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سيارة كان يستقلانها بالقرب من مسجد الصحابة وسط درنة أكد رئيس المجلس المحلي سيرت عبدالفتاح السيوي استمرار تحليق طائرات استطلاع فوق كامل مناطق المدينة لرز تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة وضف السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الطائرات تتبع لحلف شمال الأطلسي أو لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام وقال السيوي إن لجنة الأزمة بمدينة سيرت المكلفة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني ستجتمع اليوم في طرابلوس للنظر في كيفية مساعدة الأسر النازحة من المدينة وتوزيع الإعانات اللازمة وفي سياق متصل قال عميد بلدية سيرت المكلف من قبل حكومة الأزمة مختار المعداني إن باثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزمت بتقديم مساعدات عاجلة لنازحية المدينة خلال اجتماع الباثة مع المجلس البلدي بتونس وقال المعداني لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المجلس أوضح للباثة الأممية حقيقة ما يجري في سيرت وما يقوم به ما يعرف بتنظيم الدولة من عمليات قتل ممنهج لشباب المدينة وصلت إلى 48 عملية وأشر المعداني إلى أن صعوبة العيش داخل المدينة وعدم قدرة العديد من المواطنين على الخروج منها لعدم وجود مسكن بديل وانعدام السيولة في المصارف وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات الطبية عمق من أزمة النازحين حسب قوله أعلن عضو سرية شهداء الأغرابلية تابعة للمجلس العسكري صبراتا سامي الأغرابلي أن الغرفة الأمنية المشتركة الموحدة المشكلة في صبراتا باشرة اليوم أعمالها في المدينة وضف الأغرابلي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الغرفة تضم جميع سرايا صبراتا دون سثناء إضافة إلى العسكريين النظاميين كما شار الأغرابلي للسمرار عمليات التمشيط في المزارع الواقعة في ضواحي المدينة أكد بيان صادر عن ممثلي مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام أن الطرفين توصلوا إلى مثاق شرف وطني تحت اسم الاتفاق الوطني الليبي يدعو إلى ضرورة التوصل إلى حكومة وحدة وطنية وفق معايير ومقاييس مهنية بحسب البيان وطلب ممثل مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام أيضا بحقن الدماء والوقف الفوري لإطلاق النار في جميع المدن كما تم الاتفاق أيضا على محاربة الإرهاب وتبني مبدأ التوافق في كل الأمور الأساسية والسيادية حسب البيان الاتفاق الوطني الليبي اسم أطلق على ميثاق شرف توصل إليه عدد من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المجتمعين في طرابلس اتفاق يدعو إلى ضرورة التوصل إلى حكومة وحدة وطنية وفق معايير ومقاييس مهنية وطلب ممثل مجلس النواب والمؤتمر الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي بدعمه ومساعدة ليبيا في تحقيق أمنها واستقرارها كما اتفق الأعضاء المجتمعون على تقديم مذكرة لمجلس النواب تتضمن مقترحا بتشكيل حكومة مكونة من رئيس ونائبين فقط عوضا عن المجلس الرئاسي الحالي مقترح أعرى بعض مجلس النواب جبل الشباني عن دعمه له مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر عودة المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي مؤتبرا أن تشكيلة المجلس الرئاسي الحالية تعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم التوافق على حكومة الوفاق فيما يرى عضو مجلس النواب أبو بكر أحمد إن الهدف منه هو التشويش على الاتفاق السياسي وتقويضه وإفشاله للرجوع إلى المربع الأول كما تساءل ما إذا كان التوقيع على هذا البيان قد يغني عن اتفاق سياسي جارة تحت رعاية أممية ومن مشاركة أطراف عدة من بينها المؤتمر الوطني ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني وبلديات ومستقلون وأحزاب مبادرة ضرابلس تأتي تزامنا مع دعوات محلية ودولية لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي اقترحها فايز السراج تطرح تساؤلات عن ما إذا كانت ستقدم حلولا لحالة الانقسام التي تعيشها البلاد والمستقبل البلاد السياسي في ظل عدم توافق الفرقاء على حل الأزمة الرهنة اعتبر الناشط السياسي محمد الهنغاري أن كل الأعمال السياسية التي تدور خارج الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة هي مجرد محاولات وأعمال يائسة حسب وصفه داعيا جميع الأطراف السياسية إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطني على المصالح الشخصية محاولات أخيرة ونورة أخيرة بائسة جدا لا ترتقي إلى مستوى العمل السياسي لا رادوا الشعب أن يعيدهم وحتى أن يترك حكومة الوفاق الوطني فليكن أساس الاتفاق هو زوال الوطن والبرلمان وتشكيل مجلس رئاسي موسع ربما بعض الشيء قال عضو مجلس النواب سالم جنيدي إن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب يوم أمس هو عدم الوصول إلى النصاب القانوني اللازم وضف جنيدي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة وحكومة فائز السراج تعمدوا عدم حضور الجلسة حتى لا يكتمل النصاب من جهته أكد عضو مجلس النواب أبو بكر أحمد أن الأعضاء المؤيدين للاتفاق السياسي وحكومة السراج حضروا يوم أمس بالبرلمان مشيرا إلى أن ما حدث في الثالث والعشرين من فبراير الماضي أثر بشكل كبير في إمكانية عقاد الجلسات وطلب أحمد بوضع جدول أعمال محدد للجلسات القادمة خاصة فيما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني التي كان من المفترض أن يناقشها المجلس منذ فبراير الماضي مشددا على ضرورة منع دخول أي شخص من خارج قبة مجلس النواب إلى قاعة عقاد الجلسات ودعا أحمد إلى ضرورة السماح لوسائل الأعلام بتغطية جلسات المجلس وهو ما يتوافق بحسب قوله مع اللوائح الداخلية للمجلس شدد رئيس باثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وإدماج التشكيلات المسلحة لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد وقال كوبلر في حوار على قناة دوجيفيل الألمانية إن الحرب على التنظيم يجب أن تكون ليبية لأنها تتطلب قوات على الأرض مضيفا أن الغارات الجوية وحدها لن تفي بالغرض حسب تعبيره وأكد كوبلر أن ما يعرف بتنظيم الدولة يسعى إلى تعزيز صفوفه بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية في النيجر والشاد قائلا أن غياب حكومة فاعلة في ليبيا والسمرار رفض جميع الأطراف للاتفاق السياسي ساهم في توسع التنظيم وصف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ديفيد رودريغيز ليبيا بالدولة الفاشلة نظرا لتدفق المقاتلين الأجانب إليها وانتشار السلاح وتنامي ظاهرة الهجرة غير نظامية حسب تعبيره وضف رودريغيز في إفادة أمام الكونغرس الأمريكي أن الاتفاق بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلوس أمر مهم مؤكدا أن الدعم الدولي القوي لهذه الحكومة سيجعلها قادرة على إعادة الأمن والاستقرار وحماية الحدود واعتبر قائد القوات الأمريكية في أفريقيا أن ليبيا بحاجة إلى عشر سنوات أو أكثر لتحقيق الاستقرار قائلا أن غياب المؤسسات في البلاد وعدم وجود حكومة مركزية سيساهم في انتشار الفوضى ويعيق بناء الدولة وفق تعبيره قال الرئيس الإيطالي السابق جيرجيو نابولتانو أنه لا يمكن التدخل في ليبيا للمساهمة في تحقيق الاستقرار وإعادة الأعمار دون دعوة من حكومة الوفاق الوطني وأوضح نابولتانو أنه لا يجب الخلط بين هذا الإجراء والمعركة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة التي تشمل جبهات أكثر على حد تعبيره مضيفا أن مسألة إرسال جنود إلى ليبيا لم تثر أبدا وأن الحكومة الإيطالية حذرة من هذا الموضوع وأكد نابولتانو أن تشكيل بعثة تقودها إيطاليا في ليبيا ليس له علاقة بمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وإنما في إطار تحقيق الاستقرار وبناء الدولة الليبية الشرعية بشكل متكامل حسب تعبيره ليبيا دولة فاشلة بسبب تدفوق المقاتلين الأجانب إليها وانتشار السلاح وتنامي ظاهرة الهجرة غير نظامية بهذا التصريح بدأ قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ديفيد رودريغيز إحاطته أمام الكونغرس معتبرا أن التحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى عشر سنوات أو أكثر وضع مترد أرجع السفير الأمريكي لدى إيطاليا جون فليب سببه إلى السلطات الفرنسية التي دفعت باتجاه التدخل العسكري في البلاد سنة 2011 مضيفا أنه كان بالإمكان الإعداد بشكل أفضل ليسقعت النظام القدافي توصيف لم تتفق معه مرشاحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون التي اعتبرت أن تدخل واشنطن لإطاحة بالقدافي في 2011 حال دون تحويل ليبيا إلى نسخة من سوريا حسب تعبيرها يجب أن نتذكر حجم التهديد الذي كان يمثله بقاء القدافي في ليبيا وعندما ننظر إلى هذا الوضع ومع غياب ردة فعل وقتها من حلف شمال الأطلسي وجامعة الدول العربية كان بإمكان ليبيا أن تصبح سوريا جديدة وأعتقد أن الوضع كان سيصبح أكثر خطورة فرنسا التي يحملها البعض مسؤولية ما آلت إليها الأوضاع في ليبيا اليوم شددت على لسان رئيسها فرنسوا هروند على ضرورة التحرك بشكل جامعي فيما يخص ليبيا داعيا إلى ضرورة الضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف لدينا علاقات مع عدة دول لها تأثير في ليبيا ونحن نعمل بالتعاون مع إيطاليا لإقناع هذه الدول بأن الخطر أصبح أكبر ويتطلب حكومة تجمع كل الأطراف وفي لقاء جمعه بفرنسوا هروند بالبندقية كدر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيورينزي أن المجتمع الدولي سيبذل ما في وسعه حتى تنال حكومة الوفاق الوطنية الثقة وتبدأ عملها من ترابلس رغم الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة اليوم في ليبيا قرر المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بذل ما في وسعه لتنال حكومة الوفاق الثقة وتبدأ عملها في أقرب وقت ممكن من ترابلس ومع تصاعد وطيرة المواقف الدولية الداعية إلى التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر ضرورة إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وإدماج التشكيلات المسلحة لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وشدد على أن الحرب يجب أن تكون ليبيا لأنها تتطلب قوات على الأرض أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أنه لم يتم دفع أي فدية لتحرير الراهنتين التي كانت مختطفتين في ليبيا منذ منتصف العام الماضي وضف جنتيلوني في إحاطة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أنه لم يتم العثور على جوازات سفر لعناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في المخبأ الذي كانت فيه الراهنتان بسبراته وضف جنتيلوني أن اختطاف موظفي شركة بونات الأربعة ومقتل اثنين منهم يعكس عدة نقاط غامضة حسب قوله مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مؤشرات على تورط ما يعرف بتنظيم الدولة في الأمر كما لم يتبنى أي طرف العملية عبر عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن السويحلي عن استغرابه مما وصفه بصمت السلطات في ترابلس عن استهداف مقر حزب الاتحاد من أجل الوطن وأكد السويحلي عبر صفحته على فيسبوك ضرورة احترام سيادة القانون وترسيخ ثقافة اللجوء للسبل القانونية السلمية لاستفاء الحقوق ورد المظالم والابتعاد عن استخدام العنف كوسيلة لفرض الأراء وتحقيق الغايات وتعهد السويحلي بملاحقة بعض القنوات الأعلامية قضائيا في حال استمرت بما وصفه بالتحريض والتدليس ونشر الكراهية والعنف حسب تعبيره نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل قابلة الأحسان تؤكد استحاب كافة المظاهر المتلحة بأباري وتعلن تحسناً أوضاع الإنسانية بالمدينة شورى ثوار بنغازي واكدوا استمرار لشباكات بين قوات وعناصر عملية الكرامة في محاور مصنع الاسمنت وبوابة الطلحية والهواري وتواصل طلعات الجوية على المدينة ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني يتوصلون إلى ما سموه اتفاقاً وطنياً ليبياً يدعو لضرورة التوصل إلى حكومة وحدة ويدعون المجتمع الدولي إلى دعمه كوبلار يشدد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية ويقول إن الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة يجب أن تكون ليبيا قال المتحدث باسم مجلس قبيلة الأحسان سلم بخزام إن الأوضاع الإنسانية في مدينة أوباري بدأت تتحسن مضيفاً أن كافة المظاهر المسلحة بالمدينة اختفت مع عدى عناصر القوة المحايدة التي يتعاون معها المواطنون بشكل إيجابي على حد تعبيره وأشار بخزام لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن الشركة العامة للكهرباء بدأت في أعمال الصيانة للمحطات المتضررة مضيفاً أنه سيتم افتتاح المصرف التجاري خلال أسبوع حسب قوله وأوضح المتحدث باسم مجلس قبيلة الأحسان أن عمليات صيانة مطار المدينة وتنظيفه أشرفت على النهاية مؤكداً أن المطار سيستخدم فقط في الجانب الإغاثي والإنساني أعلن الناطق باسم مدرية الأمن الوطنية الزاوية نبيل بوزواي أنه تم الإفراج عن ثلاثة من أبناء المدينة كانوا محتجزين في ورشفانة بعد تدخل الأعيان وضف بوزواي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طريقة ساحلية الرابطة بين طرابلس والزاوية لا تزال مغلقة مشيراً إلى أن الطريقة الداخلية التي تم فتحها مؤخراً غير آمنة بسبب استمرار عمليات السطو داخل ورشفانة محذراً الأهالي من سلوك هذه الطريق للوصول إلى طرابلس وقال الناطق الرسمي باسم مدرية الأمن الوطني بالزاوية نبيل بوزواي أن لجنة حصر الأجانب بالمدينة تمكنت من تسجيل ما يقرب من 632 أجنبياً خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وضف بوزواي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عدداً من المواطنين شاركوا في عمليات حصر الأجانب العاملين لديهم مشيراً إلى أن أغلب من تم تسجيلهم في المراكز الأربع المنتشرة في مدينة الزاوية يحملون جنسيات تونسية ومصرية وإفريقية الزرى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة لغويل قراراً يقضي بتشكيل لجنة من قبل سكان ورشفانة بغرض الاستمرار في التواصل لفض النزاع بين كل الأطراف المتنازعة ومتابعة موضوع الطريق الساحلي كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقدير الأضرار التي أصابت منطقة ورشفانة نتيجة الحرب التي شهدتها المنطقة خلال المدة الماضية وشدد لغويل في قراره على ضرورة أن تجتمع اللجنة بشكل دوري ومستمر وأن تتم موافاته بالنتائج شهرياً وينضم إلينا عبر الهاتف من الزاوية الناطق الرسمي باسم مدرية الأمن الوطنية الزاوية نبيل بوزواي سيد بوزواي بداية لو تضعنا في صورة آخر التطورات بشأن ملف الطريق الساحلي أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لك أخي علي وإلى جميع مستمعي هذه القناة أهلا بك في البداية الحمد لله قبل العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولاً باسمي وباسم كل أهالي مدينة الزاوية ومدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة بأكمله نتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى اللجنة حقيقة التي تعمل على راب الصدع بين منطقة ورشفانة ومدينة الزاوية والمدن الساحلي وجبل نفوسة بأكمله حقيقة شاهدنا من الشهر الماضي اللجنة التي جاءت لزيارة مدينة الزاوية والمناطق المتضررة وكان هذا الاجتماع الذي وقع في مدينة الزاوية بالتحديد في قاعة مصفات الزاوية الشهر الماضي هذا اليوم يوافق 30 يوم من عمل هذه اللجنة ليلة نهاراً انطلقت من داخل مصفات الزاوية باستقبال بحضور من أعيان وحكماء ومشايقها عمداء بلديات المناطق المدن المتضررة طيب سيد أبو زواي هل تم التواصل مع أي أطراف في المنطقة من أجل حل أزمة الطريق الساحلي؟ نعم نعم لدي معلومات قيمة جداً في هذا الموضوع ويسر أن يسمح إخواننا من أهالي الزاوية ومن منطقة ورشفانة اسمح لي وبإيجاز أن نتحدث على دور اللجنة التي تعمل ليلة نهاراً لإيجاد حل وهذه اللجنة حقيقة نحييها اللجنة التي جاءت من أعيان ومشايق المنطقة الشرقية ومن المنطقة الجنوبية ومن المنطقة الغربية التي عملت بين الطرفين لإخماد الفتنة وحقيقة كلنا نعمل قفل الطريق والتي تترتب عليها العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون والتي أخذت من منطقة ورشفانة ملاداً لها لقيام بهذه الأعمال المشينة والتي أصبحت المنطقة الوحيدة في المنطقة الغربية وهقوم في ليبيا أننا نحن نعاني في قفل الطريق نعم طيب سيد بوزواي بإجازة لو سماحت حتى لا يذيع الوقت نريد أن نعرف عن آخر التطورات فيما يخص ملف الطريق الساحلي قامت النجنة نعم قامت النجنة بزيارة مدينة الزاوية والمدن المتضررة وتحاولت وتناقشت معهم ودعبت تواصلت مع إخواننا واشقانا من أهالي منطقة ورشفانة وكان هناك الحوار متواصل فبعد التواصل بين الطرفين النتيجة طلبت منطقة ورشفانة من اللجنة المختصة بعملية إيجاد حل في هذا الموضوع وأن اشترطت منطقة ورشفانة أن يكون هناك ضمانا كتابيا من السلطات السلطات التنفيذية بخصوص التعويض على الأضرار الناتجة من أثار الحرب وتعاهدة اللجنة بعمل على ذلك مقابل ذلك إسوة بالمدن المتضررة مثل الزاوية وباقي المدن الأخرى وشرطا أن تقدم ورشفانة تقديم تفويضا كتابيا لللجنة بفتح الطريق الساحلي وإيجاد حل تأمين الطريق على أن تقدم منطقة ورشفانة نعم أن تقدم منطقة ورشفانة قائد إقرارا على أن تحترم الاتفاق والعهدات التي تكفلت بها هذه اللجنة نعم نكتفي بهذا القدر وأشكرك عبر الهاتف من الزاوية الناطق الرسمي باسم مدرية الأمن الوطنية الزاوية نبيل بوزوي شكرا جزيلا لك نهاية النشرة هذا تذكير بالعنوين شورة وار بنغازي يؤكدوا استمرارا للشباكات بين قواتهم وعناصر عملية الكرامة في محاور مصنع الاتمنت وووابة الطلحية والهواري وتواصل طلعات الجوية على المدينة ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني يتوصلون إلى ما سموه اتفاقا وطنيا ليبيا يدعو لضرورة التواصل لحكومة وحدة ويدعون المجتمع الدولي إلى دعمه كوبلر يشدد على ضرورة تشكيل حكومة وفاقا وطني تعمل على إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية ويقول إن الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة يجب أن تكون ليبيا ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة